قد علمنا أهمية طلب العلم فحرصنا على ذلك غير أننا صدمنا بالواقع إذ تعج الحياة بالمتناقضات فما يبنى في سنة تهدمه الوسائل الأخرى في ليلة فتنشأ الناشئة في المجتمعات الإسلامية نشأة متناقضة يقرؤون آية الحجاب في الصباح فيرون ما يناقضها في المساء فما هو الواجب تجاه ذلك هذا هو الابتلاغ والامتحان والأسفة في آخر الزمان في الزمان إنه هذا في آخر الزمان ويغربت من الدين فلابد من الصبع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر أن زمان الصعب على دينك قابل على الجمر ويقول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبة وسيعود غريبة كما بدأ فطوب الغربة فرده وسف الصحيح زاد غيره قد رأس من الغرباء من الغرباء قال إن يصلحون إذا فسد الناس في الأطلاق يصلحون ما أفسد الناس من ثنة وفي حديثها بتعلبة للعامل منه أجر خمسين إذا رأس الله مننا أو منهم قال بل منكم وأسباب ذلك قلة أنصار والأعوان وكثرة المهانك وكثرة وكثرة طلق الضلالة والدعاة إليها فلهذا الصابر في آخر الزمان على العلم والعمل له أجر خمسين من الصحابة مثل أجر خمسين لأنهم يجدون أعواناً في أول مجيء الإسلام وفي نشاط الإسلام وفي نشاط المسلمين وقوة الإسلام وقوة المسلمين وكثرة الأعوان واندحار الأعداء أما في آخر الزمان فالعكس فثرة الأعداء وكثرة دعاة الضلالة وقلة الأنصار وقلة معنى الحق مع كثرة الشبه هذا صراع بين الحق والباطل في آخر الزمان شديد فلا مد من صبر على ما تعلمه فإذا عرف مما تعلم الحق ثم رأى ما يغلاده حمد الله على بصيرة وحمد الله أن جعلهم من عرف هذا الحق ثم يعمل ما يستطيع من إنكار المنكر والدعوة هي الخير حتى يحقق ما علم وهذا يشمل ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالفروع وهذا ما يسبب عظيم الأذور وكثرة الحسنات لمن صبر واحتسب ويبصره أيضاً بالعلم يزيده علماً فإذا وجد متناقضات مما يعين على التبصر بالعلم والتبصر ومالك الشبه لإزالتها والقضاء عليها ومالك الشبه التي تعين الحق وتهدي إليه حتى ينشرها بين الناس ويدعو إليها